الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأتدارس معكم في هذا اليوم آيات من كتاب الله عز وجل في سورة الأعراف يوجه الله النداء فيها لبني آدم يقول تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أي يمتن الله عز وجل بإلباسه أو بإنزال اللباس الذي يستر العورات وهو لباس الضرورة وريشة أي نوع آخر من أنواع اللباس فيه زينة وتكملة ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي هو خير لباس لأنه يجعل الإنسان يسعد دنياً وآخرة ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان فهذا العدو الشيطان يريد أن يخدعكم وأن يجعلكم ترون الحق باطلاً وترون الباطلاً حقاً كما أخرج أبويكم من الجنة فقد جاء إلى أبينا آدم فوسوس له حتى عصى الله جل وعلا فأخرج من الجنة وكان يريد أن ينزع عن أبوينا وعن ناس أجمعين اللباس من أجل أن تظهر العورات وأن يشاهد الناس بعضهم عورات بعضهم الآخر وكان من شأن الناس أنهم إذا فعلوا فاحشة أي عظيمة وكبيرة من مثل كشف العورات وعدم ستر الأبدان قالوا وجدنا آباءنا على ذلك بل قد ينسبونها إلى الله وشرعه فأخبرهم الله بأن الله لا يأمر بالفحشاء وأن هذا من القول على الله بلا علم والله جل وعلا إنما أمر بالتوحيد وأمر بستر اللباس فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وأخبر بأن الله جل وعلا لم يحرم الزينة في الأرض بل جعلها للناس وجعلها للمؤمنين وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحرم الإثم وتجاوز الحقوق على الآخرين وكذلك حرم الشرك وحرم القول عليه بلا علم ثم أخبرهم جل وعلا بأنه قد أرسل إليهم الرسل لتقوم عليهم الحجة فقال يا بني آدم إما يأتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح يعني واتبع هؤلاء الرسل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي المقابل سيكون مصير الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها ولم يستجيبوا للدعوات الصحيحة التي جاء بها الأنبياء الله ستكون عاقبتهم أنهم من أصحاب النار وسيكونون خالدين فيها أبدا ولذلك يحذر الله العباد من أن يقولوا عليه الكذب أو أن يكذبوا بآياته ويذكرهم بحال الوفاة عندما تأتيهم الرسل ويقال لهم لماذا عبدتم غير الله أينما كنتم تدعون من دون الله هل ينصرونكم هل يحمونكم من عذاب الله هل يوقفون الموتى عنكم قالوا ضلوا عنا أي هؤلاء الآلهة التي عبدناها من دون الله لم تنفعنا في هذا اليوم وأصبحنا حينئذ من الكافرين فتوعدهم الله بأن يكونوا من أهل النار بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلنا الله وإياكم ممن استجاب لأنبيائه وممن حذر من عدوه الشيطان وممن سترى بدنه بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا تسليما كثيرا اشتركوا في القناة